أقرأ عليكم هذه الرواية وهي رواية طويلة لن أقرأها بتمامها وكمالها سأقرأ جانبا منها الكتاب الذي بين يدي دلائل الإمامة لأبي جعفر الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة صفحة 384 رقم الحديث 342 والحديث مروي عن إمامنا الحسن العسكري ماذا يقول إمامنا الحسن العسكري؟ كان أبو جعفر يتحدث عن جده الجوات كان أبو جعفر شديد الأدم شديد الأدم كان شديد السمرة ولقد قال فيه الشاكون المرتابون وسنه خمسة وعشرون شهرا إنه ليس هو من ولد الرضا وقالوا لعنهم الله إنه من شنيف الأسود مولاه شنيف كان خادما عند الإمام الرضا وكان أسود البشر هكذا يقول إمامنا الحسن العسكري كان أبو جعفر يشير إلى جده الجوات شديد الأدم شديد السمرة ولقد قال فيه الشاكون المرتابون وسنه خمسة وعشرون شهرا الإمام يشير إلى سنه هذا لأنه في هذا السن عرضوه على القافة وحتى قبل هذا السن ولكن حين بلغ إمامنا الجواد هذا السن كان إمامنا الرضا في خراسان لم يكن في الحجاز بحسب ما عندنا من المعطيات ولقد قال فيه الشاكون المرتابون وسنه خمسة وعشرون شهرا يعني أكثر من سنتين إنه ليس هو من ولد الرضا وقالوا لعنهم الله إنه من شنيف الأسود مولاه مولى الإمام الرضا وقالوا من لؤلؤ ولؤلؤ هذا خادم آخر وإنهم أخذوا أخذوا الإمام الجواد لأن أسرة الإمام الرضا بقيت في المدينة ما أخذها الإمام بصحبته إلى خراسان الإمام ذهب لوحده حينما ذهب إلى خراسان وإنهم أخذوه والرضا عند المأمون من الذين أخذوه؟ الشاكون المرتابون فحملوه إلى القافة القافة هم الذين يعرفون ما يسمى بعلم القيافة بفن القيافة وهو علم وهو فن يعرفون من خلاله الترابط في الأنساب بين الآباء والأبناء والأحفات وإنهم أخذوه والرضا عند المأمون فحملوه إلى القافة وهو طفل بمكة في مجمع من الناس في المسجد الحرام عمر الإمام الجوات كان أكثر من سنتين بقليل فحملوه وأمام الناس وفي المسجد الحرام هذه القضية ذات بعد كبير الإمام الرضا في خراسان كيف حملوه وأخذوه من أمه إما أن استعملوا القوة في أخذه أو استعملوا الحيلة والخدعة أو جعلوا عائلة الإمام الرضا أمام الأمر الواقع من كثرة الدعايات ومن القراءة يبدو أن الأمر الثالث هو الذي كان قد جرى على أرض الواقع وإلا طفل في هذا العمر وسنه خمسة وعشرون شهرا أكثر من سنتين بقليل وأبوه في خراسة وهو من عائلة كريمة ليس من السوقة من عامة الناس فكيف يأخذونه وعلى رؤوس الأشهاد فإما بالقوة وإما بالحيلة والمخادعة وإما أن جعلوا العائلة أمام الأمر الواقع من كثرة الدعايات وكما قلت من خلال القراءة الأمر الثالث هو الذي تحقق دعايات كثيرة ضخ من قبل مراجع الشيعة في مواجهة الإمام الرضا ويعاضدهم الهاشميون أيضا الهاشميون أيضا عندهم أطماء أطماء مالية أطماء سلطوية عندهم أطماء حتى من داخل البيت الهاشمي الملاسق للإمام الرضا فحملوه إلى القافة وهو طفل بمكة في مجمع من الناس بالمسجد الحرام فعرضوه عليهم عرضوه على القافة هي هذه القضية بحد ذاتها طامة كبيرة أن يؤتى بطفل من عائلة شريفة ويقال للقافة افحصوه لنا هل هو من أبناء هذه العائلة أم أنه من أبناء الزنا الآن في واقعنا الذي يختلف كثيرا عن الواقع الذي جرت فيه هذه الحادثة لو أن شخصا يأخذ طفلا من عائلة كي يجري عليه فحص الديان اي هل تقبل العائلة ماذا يقول العرف فحملوه إلى القافة وهو طفل بمكة في مجمع من الناس بالمسجد الحرام فعرضوه عليهم فلما نظروا إليه وزرقوه بأعينهم زرقوه بأعينهم نظروا إليه نظرتهم الفاحصة التي يتفحصون بها شمائله ومخايله التي من خلالها يستطيعون أن يعرفوا نسبه فلما نظروا إليه وزرقوه بأعينهم خروا لوجوههم سجدا ثم قاموا فقالوا لهم فقالوا لأولئك الشكاكين من الهاشميين ومن الشيعة من أعوان المراجع آنذاك فقالوا لهم يا ويحكم مثل هذا الكوكب الدري والنور المنير يعرض على أمثالنا وهذا والله الحسب الزكي والنسب المهذب الطاهر والله ما تردد إلا في أصلاب زاكية وأرحام طاهرة وَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا مِنْ ذُرِّيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علي بن أبي طالب ورسول الله صلى الله عليهما وآلهما فارجعوا واستقيلوا الله واستغفروه ولا تشكوا في مثله وكان في ذلك الوقت سنه خمسة وعشرين شهراً فنطق بلسان فنطق بلسان أرهف من السيف وأفصح من الفصاحة يقول ومر علينا كلام عيسى ومنطق عيسى يحدثنا القرآن عن ذلك فنطق بلسان أرهف من السيف وأفصح من الفصاحة يقول الحمد لله الذي خلقنا من نوره بيده واصطفانا من بريته وجعلنا أمناءه على خلقه ووحيه معاشر الناس أنا محمد بن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباخر ابن علي سيد العابدين ابن الحسين الشهيد ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء وابن محمد المصطفى ففي مثلي يشك وعلي وعلى أبوي يفترى وأعرض على القافة وقال وقال والله إنني لأعلم بأنسابهم من آبائهم إني والله لأعلم بواطنهم وظواهرهم وإني لأعلم بهم أجمعين وما هم إليه صائرون أقوله حقا وأظهره صدقا علما ورثناه الله قبل الخلق أجمعين وبعد بناء السماوات والأراضين وأيم الله لو لا تظاهر الباطل علينا وغلبة دولة الكفر وتوثب أهل الشكوك والشرك والشقاق علينا لقلت قولا إنه يتحدث عن الواقفة عن مراجع الشيعة وتوثب أهل الشكوك والشرك والشقاق علينا هؤلاء مراجع الشيعة آنذاك لقلت قولا يتعجب منه الأولون والآخرون ثم وضع يده على فيه على فمه ثم قال يا محمد يخاطب نفسه أصمت كما صمت آباؤك فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ثم ماذا فعل ثم تولى لرجل إلى جانبه فقبض على يده ومشى على صغر سنه ومشى يتخطى رقاب الناس والناس يفرجون له بعد أن شاهدوا ما شاهدوا وسمعوا ما سمعوا ثم تولى لرجل إلى جانبه فقبض على يده ومشى يتخطى رقاب الناس والناس يفرجون له إلى أن تقول الرواية وبلغ الخبر الرضا علي بن موسى وما صنع بابنه محمد فقال الحمد لله ثم التفت إلى بعض من بحضرته من شيعته فقال هل علمتم ما قد رميت به مارية القبطية وما الدعي عليها في ولادتها إبراهيم ابن رسول الله قالوا لا يا سيدنا أنت أعلم فخبرنا لنعلم وبدأ الإمام الرضا يحدثهم حدثتكم عن الموضوع بالإجمال الرواية طويلة صفحة ثلاثمية وستة وثمانين صفحة ثلاثمية وسبعة وثمانين الحديث طويل لكنني ذكرت لكم الموضوع بالإجمال إجمال ترجمة نانسي قنقر